مرحبا بك مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة هل سينجح الأستاذ عدل عبد المهدي بتشكيل حكومة ربما بعيد عن الضغوطات التي تشكلها الكتل السياسية نحن نعلم بأن المحاصصة والكتل السياسية هي التي بمحاصصاتها وبرجوع جميع نوابها إلى رئيس الكتلة بكل القرارات أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن من خروقات ومن فشل في إدارة العملية السياسية والخدمية وكل شيء في العراق بالتالي الشعب منتفض ويراقب هل سينجح الدكتور عدل عبد المهدي بتجاوز هذه المحنة أم أنه سيبقى على ما هو عليه كسابقي يعني بدءاً تحية طيبة لك والسيدين الضيفين ولكل متابعيكم وكادر قناة الفلدوج الكرام أعتقد المسألة اليوم ما نستطيع أن ندخل لها من هذا الباب وأن اختلفت من حيث المظهر والجوهر واختيار رئيس الجمهورية وتكليف السيد عادل عبد المهدي غيرت كل السيناريوهات وكل الخارطة السياسية التي كانت ترسم من قبل بعض الزعامات الستة والسبعة الذين يتفقون على تمرير القوانين وعلى جعل هذا الطرف أو هذا الحزب أو هذا الشخص يتبوأ أو يستلم منصب سيادي أو قيادي أو وزارة خدمية أو غير خدمية وبالتالي السيد عادل عبد المهدي أعتقد سوف ينجح لأسباب عديدة أولهما الناس قبل تشكيل الحكومة وقبل الاتفاق على الكتلة الأكبر أو على السيد عادل عبد المهدي رفع منهم حاجز الخوف والإثبات على ذلك التظاهرات التي حصلت في الوسط والجنوب وحصرا في البصرة أعطت رسائل منها محلية ومنها خارجية المحلية لكل الأحزاب التي شاخت أعتقد بعد الانتخابات تراجعت وفي داخل المجتمع العراقي أصبح المجتمع لا يثق في كل الأحزاب وفي كل الشخصيات السياسية التي سيطرت وهيمنت على مقاومات وعلى قرارات الدولة العراقية ثانيا المرجعية عدم فتح الأبواب والحوار واستقبال أي مسؤول سياسي طيلة السنوات الماضية أرعبت وجعلت الطبقة السياسية معزولة أولا اجتماعيا عن الناس دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ نجم يعني ربما طبقة سياسية الآن والحكومة ليست بحاجة إلى مظلة المرجعية لأن المرجعية قالت وبيوضوح أن المجرب لا يجرب ولم يأتي شخص يعني لم يجرب سابقا الكل الآن هم مجربون يعني السيد عدل عبد المهدي تولى مناصب قيادية وكان وزيرا للنفط لثمان سنوات الأستاذ برهم صالح أيضا والأستاذ يعني حتى محمد الحلبوسي فبالتالي النظرية ومقولة المجرب لا يجرب التي أصرت عليها المرجعية لم يلتزم بها أحد يعني سؤال دقيق جدا من أقصاد محمد نعم لكن دائما علمتنا وعودتنا المرجعية تتحدث في الإطار الخارجي لا تتحدث في الإطار الداخل وتتعمق حتى لا تتحمل لا مسؤولية شرعية ولا المسؤولية القانونية لأن هناك اتهامات من قبل كثير من المجتمع العراقي بأن المرجعية دعمت القائمة واحد ستة تسعة والقائمة خمسة خمسة في الانتخابات الفين وخمسة وكذلك بعدها ولا ترغب أن تجعل نفسها في زاوية محرجة أمام المكونات المجتمعية ولا أمام الطبقة السياسية اللي أريد أقوله نعم السيد عادل عبد المهدي تبوأ مناصب لكنه استقالة يعني لم نسمع أو لم نرى كثير من السياسيين استلموا مناصب تنفيذية وأفشلوا الدولة وجعلوا الدولة مستبدة من قبل بعض العوائل أو بعض الأحزاب لكنها لم تستقيل وإنما بدأت تتصارع وتتهم الآخرين وتسجن الآخرين بحسب الصلاحيات الممنوحة لهم لكن السيد عادل عبد المهدي لم يرشح إلى الانتخابات ولم يرفع صورة أنا ليس دفاعاً لا عن سيد عادل عبد المهدي ولا على أي شخصية ولكن أنا أنتظر سنة وبعد السنة أقيم وأقرر هل أنا أقف داعماً للسيد عادل عبد المهدي أم داعماً للسيد برام صالح أو السيد حلبوسي